موسيقى 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 السلام عليكم اصدقاء وياكم حسين من قناة تيك فون اليوم عندنا موضوع كلش مهم عن دقة الكاميرات وراح اليوم اشوفكم فد نتائج من كاميرا ب 12 ميجابيكسل وكاميرا ثانية بدقة 20 ميجابيكسل البعض او تقريبا يعني هواية من الناس عبالهم يعني او يظنون انه الكاميرا بالميجابيكسل انه هي تكون زينة او لا هذا الشي ما نقول غلط هذا الشي صحيح لكن اكو عدة عوامل اكو تقنيات مثل تقنيات دول بيكسل اكو تقنيات مثل تغير فتحة العدسة عندك نوع الحساس فتحة العدسة كل هذي اثر بجودة الصورة فالبعض عبالهم انه بس الميجابيكسل خلاص مثل 20 ميجابيكسل خلاص هيقوة من 12 ميجابيكسل هذا الشي خطأ اليوم رح اراويكم نتائج من كامره ضئقة 20 الميجابيكسل ونتائج من كامره ضئقة 12 ميجابيكسل بنسبة لكامره ضئدة 20 ميجابيكسل فهي راح تكون بهاتف ult creator 8X وبالنسبة الكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل راح تكون بهاتف الجالكسي S8 وبالنسبة الكاميرا 12 ميجابيكسل فهي تحتوي على تقنية دول بيكسل وفتحة عدسة كبيرة وتركيز تلقائي طبعا وكل شي بيها نفس المميزات تقريبا اللي بالكاميرا 20 ميجابيكسل مع الأونر ما عدا موضوع الدول بيكسل فقط بالأس وما موجود بالأونر مثلا ما تشوفون هسا نتائج قدامكم بالأس وبالأونر يعني فرق صراحتين جدا كبير خصوصا بالأضاءة الضعيفة الأس دي يونطي نتائج كلش حلوة أما بالنسبة للأونر فصراحة لا بالنسبة للفيديو مثل ما تشوفون يعني الأونر بالصور مقبول يعني يعني بالفديو أبدا ما زيء مثل ما نقول يعني بالفيديو صراحة مغزي أما بالنسبة للصور في مقبولة صورة أما الأس 8 فالأس 8 ما شاء الله دايشوفها بالحالتين فهو دي يطي نتائج كلش حلوة خصوصا مع وجود المثبت البصر اللي بيه فالهدف من هذا الفيديو رح تقوله اول هدف الناس اللي عبالها انه لتغط الكاميرا فقط بالميجابيكسل هنا رح يشوفون عكس ذلك وطبعا يعني شلون نقول بدليل انه هان جايب قدامهم كاميرتين 12 و 20 وده يشوفون الفرق والهدف الثاني هو انه لتتجهون للهواتف المدوسطة حاولوا تتجهون للهواتف الفلاكشيب حتى لو من هاي السنة حتى لو من القبل يعني مثلا احنا بعامل 2019 شي طبيعي انه انت عادي اخذ مثلا فلاكشيب من عام 2017 2016 يعني صراحة الفرق بكل شي بالاداء بالكاميرات فرق جدا كبير يعني احنا بعامل 2018 العفو 2019 وعدنا كاميرا من الجهاز متوسط وبهذا السنة انطلق وعدنا كاميرا من جهاز فلاكشيب قبل سنتين لما نقارن يطلع الفلاكشيب مال قبل سنتين ينطي نتائج بالنسبة للكاميرات افضل من المتوسط مال هسة ومو بس بالكاميرات عندك بالبطارية عندك بالمعالج يعني بعدة اشياء الفلاكشيب حتى لو قبل سنتين رح يكون افضل من المتوسط مال هذه السنة فنصيحة انه لتتجهون للهواتف المتوسطة اذا انت عندك امكانية مثلا 300 400 الف او اكثر طبعا يعني من 300 و 400 و فوق تجهل الفلاكشيب حتى لو مهاسنة حتى لو قبلها مثلا حتى لو انت تاخذ اس 8 حتى لو تاخذ اس 9 حتى لو تاخذ يعني نوت 8 نوت 9 مثلا هواو ميت 10 ميت 10 برو يعني هاي الاجهزة اللي صار لها سنتين يعني عادي شي طبيعي اخذها الاجهزة واجهزة كلش حلوة وصراحة انت استاهل شراء هاي حاليا كل الاسعار مالي فلاكشيب اللي نزل قبل سنتين اسعار جدا مناسبة مثلا هذا الاسايد قدامكم بسعر 300 الف ينطيك اداء ممتاز ينطيك كاميرات راقية صراحة يعني من كل النواحي كامل وبسعر 300 الف يعني نسوى حاليا بسعر الهواوي وي 9 برايم 2019 ولما يتقارنها راح يتغلب على الواي 9 برايم 2019 وفرق يعني كلش قوي بالنسبة الاداء بالنسبة الكاميرات وكل شي فلا تهتمون العدل للكاميرات لا تهتمون للميجابيكسل انتبهوا النوع الحساس انتبهوا الفتحة العدسة كل هاي العوامل اهم من الميجابيكسل نفسه ما نقول الميجابيكسل ما هو مهم لا هو مهم بس اكو عوامل اهم من عنده من ضمنها فتحة العدسة النوع السنسر يعني هاي الاشياء كلية هاي تفرق بجودة الصورة فمو بس الميجابيكسل لا هاي كل هاي تفرق بالجودة مع الصورة اتمنى اعجبكم الفيديو والسفلية للفيديو اذا تول مرة تشوفنا اتمنى اشترك بالقناة حتى نوصل الى 100 الف مشترك باغلب وقت تحياتي لكم في امان الله